صرح المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية بانه الاتحاد يتابع تطورات الاحداث الجارية في منطقة رفح وهي القريبة من الحدود المصرية والتهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي باخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدا لاجتياحها على حد تعبير البيان انا بقولك هو تاني يا جماعة هي استكمال للعملية المحدودة اللي بدأت الصبح يا جماعة تاني تاني تالت رابع هذا مجرد استكمال العملية محدودة بدأت النهاردة الصبح وإلا ما كانوش اعلنوا ارسال فريق التفاوض عشان بس نبقى متفقين من الآخر الكل يريد ان يضمن مية في المية انه اول ما يحصل الوقف بتاع اطلاق النار من الجانبين لا عودة للحرب مرة تانية طيب هكمل لك بيان الاتحاد الاتحاد القبائل العربية بيقول واذ يحذر الاتحاد من تداعيات وخطورة اقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان ويطالب في الوقت ذاته بتدخل مجلس الامن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان الذي ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الالاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها ويطالب الاتحاد المجتمع الدولي بكل فئاته بضرورة ممارسة اشد انواع الضغط على الحكومة الاسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الاخير الخطير انا اسف والاستجابة للجهود المصرية الرامية لتحقيق هدنة ما بين حماس والحكومة الاسرائيلية تمهيدا لوقف دائم لاطلاق النار والتوقف عن العدوان وانهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ويعلن اتحاد القبائل العربية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة الاسليب الهمجية والعدوانية التي تستهدف ارغام الفلسطينيين على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وهو الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو وهو المخطط الذي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الاولى للعدوان ان اتحاد القبائل على ثقة من وعي الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بتراب الوطن ووعيه بحقيقة المخطط الذي يستهدف القضية وتصدير الازمة الى مصر بهدف انقاذ حكومة نتنياهو التي ارتكبت ابشع جريمة ابادة في التاريخ ضد الشعب الفلسطيني ان مصر القيادة والشعب كان لها موقفها الواضح منذ اليوم الاول للعدوان ولم تتوانى عن الاستمرار في ممارسة هذا الدور الذي طالب بوقف العدوان وتقديم المساعدات للفلسطينيين وفقا للمرجعيات الدولية وهو موقف يدعمه الاتحاد باعتبار الموقف الحريص على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها وعلى حياة ابناء الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الابادة التي دخلت شهرها السابعة اننا اذ نبعث برسالة عاجلة الى المجتمع الدولي نطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لبحث هذا العدوان وتداعياته على الامن القومي العربي وعلى مسار الحقوق الوطنية والمشروع للشعب الفلسطيني وحياة ابنائه وهنا ينتهي هذا البيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة